مارس الكولر بحسب معلوماتنا هنا في رقم 10 أعطى بركز معي في المعلومة دي أعطى موافقة بالفعل على انضمام إمام عشور للنادي الأهلي قبل مواجهة فيوتشر يعني مارس الكولر قال للقائمين على النادي الأهلي أيوة أنا عايز إمام عشور فيه تحفظ من بعض مسؤولي النادي الأهلي على الصفقة فيه يعني انتوا عارفين الأسباب وعارفين الحكاية والأسباب جمهرية وخلافه بس خلال الساعات اللي فاتت حدث تواصل مع إمام عشور وقالوله ما تستعجلش في التوقيع لنادي بيرامد عشان ممكن خلال الساعات القادمة نتحرك بشكل رسمي مع متلند للتعاقد معك وحسم الصفقة تمام؟ تمام الأهلي قال لي إمام عشور إحنا مش هنخش في مزاد مع حد لو أنت عايز تنضم للنادي الأهلي هنبعد بشكل رسمي المتلند ونخلص الصفقة طيب بحسب معلوماتي إمام عشور رغبته الأولى لانضمام لنادي الزمالك والعودة لنادي الزمالك وده ما حصلش وده ما حصلش لا الزمالك حاب يخش تاني بنفس الفلوس اللي اشترى أو باع بيها إمام عشور إنه يدفعها تاني ويرجع إمام عشور يعني زمان ما يخدش خطوات جدية في هذا الأمر ولا حس بحسب تصريحات نادي الزمالك إن إمام عشور عنده الجدية في العودة لنادي الزمالك فالزمالك ما فيه الزمالك لحد دلوقت خد بالك قصة إمام عشور دي فيها متغيرات كل يوم الرغبة التانية هي النادي الآهلي وليس البرامدز النادي لأ يعني إمام عشور لو مش هيرجع الزمالك هيبع عايز يرجع يروح النادي الآهلي التالتة بيرامدز يعني لو فيش زمالك وآهلي ممكن يروح بيرامدز إمام عايز يروح النادي الآهلي لو مش يروح نادي الزمالك بس البرامدز هو الأكثر جدية زي بيقوله كده بن قوسين هو اللي فلوسه حضرة هو اللي موافق على كل طلبات ميتلاند هو اللي ما عندهش مشاكل في أي طلبات في ميتلند مش هيخش في ميتلند ميتلند انتو عايزين ايه واحد اثنين 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 بقى خد بس إمام مش رغبة أولى عنده انه يروح بيرامدز دي الحكاية بتاعت إمام عشور ورجعك للجملة الأولى اللي قلتها لك مارس الكولر أيوة طلب اندمام إمام عشور للنادي الأهلي أيوة في تحفظات من بعض الناس في إدارة النادي الأهلي على ضم إمام عشور من بعض مش كل من بعض الموجودين في الأهلي على ضم إمام عشور الموضوع هيخلص لحد فين الله أعلم بس يبدو انه الأهلي دخل مرة أخرى بشكل في جدية أكبر في قصة إمام عشور وتاني وتالت ورابع وألف عشان انتو كل يوم بتسمعوا الكلام ده أنا مرة أقول لك الأهلي واللي جنب يقول لك زمالك واللي جنب الناحة تاني يقول لك بيرامدز هي فيها متغيرات هي دي المفاوضات عادية يعني ده اللي بيحصل يعني زي أي لعب كبير في العالم كل شيء يقول لك إذا يروح لما دي فجأة ليه في باريس سان جرمان أو في باير ميونيخ بتحصل فيها تحولات طول الوقت ده بالنسبة لإمام عشور